المعنق اللي بحصل في السوشيال ميديا عايزين يا جماعة عندنا بنحكم دايما بالتجربة بالتجربة أثبتت على مدار العصور اللي فاتت كلها كلها مش حتى الحقبة الزمنية الأوليال اللي احنا عدناها دي ان النادي الاهلي دايما بطلع في الآخر هو اللي كسبان بفضل ربنا وبفضل الشغل وبفضل التعب وبفضل المجهود وبفضل الإخلاص في العمل وبفضل الأدب والمبادئ وكل حاجة فاحنا التجربة دايما هي اللي بتخلينا نشوف بنشوف اللي بحصل ايه وبنشوف النتائج بتكون ايه الحمد لله والشكر له حتى النادي الاهلي الفترة الأخيرة بالرغم من كل المشاكل وكل بناء بس التعبير يعني كان اللي بيدس السم في العسل زي ما بيقوله كل اللي حصل لنا الحمد للنادي الاهلي طلع في الآخر هو اللي كسبان وبفضل كل الحاجات اللي قلتها لحضراتكو دي فاحنا مش عايزين نروح بقى لسكك خلينا احنا على القيمة ما شاء الله صحي الجو برد جدا لكن ده شغلنا واحنا متعودين على كده نحن دايما في القيمة الجو برد بقى الجو حر الجو متقلب احنا دايما في مكاننا الطبيعي اللي هو القيمة الناس بقى اللي قاعدة مبسوطة قاعدة يعني جو حلو عندها عمالين بقى يصدر لك مشاكل يدخلوك في مشاكل يقول لك أخبار مش عايزين ننصاك كفاية انا بكلم جمهور الناد الاهلي اللي فاهم جمهور الواعي احنا من أصغرنا لأجبارنا ما شاء الله بقينا وعيين جدا وحتى كمان الناس انا بدخل اشوف ردود افعال الناس لقى جماعة في تجربة وانا قرأت منه هاردة بصراحة كذا كده يعني كذا مقالة لجمهور الناد الاهلي ان احنا جماعة فعلا عندنا تجربة وعندنا تجربة أثبتت ان احنا دايما في الآخر راسنا مرفوعة بأدبنا واخلاقنا وشكلنا وانتظامنا وكل حاجة وعملنا واكتهادنا ومجهودنا ولعبتنا ودارتنا كل حاجة ما شاء الله عشان كده ربنا دايما بيتوج مجهودنا بالتعب اللي ما بيجيش من فراغ والانتصار ما بيجيش من فراغ عمالين نحاس في المواتش المقولين مبارح لما بيسألوه انت عملت مبارح كنت تستحق الخسار وده من الاتحاده فعلا كان عمالين حاس امبارح هيستحق الخسارة لكن عمالين قال حاجة حلوة قوى قال التوفيق ما بيجيش من فراغ التوفيق بيجي من التعب والجد والإخلاص في الشغل بتاعي عشان كده ربنا بيوفقني طبعا ناد الاتحاد طبعا عمل مباركبير جدا لكن انا ربنا وفقني عشان اشغل كويس قوي وبتعب في شغلي وكده فعلا التوفيق ما بيجيش ما فيش حد كسلان وبيجي له توفيق ما فيش حد ما بيشتغلش وبيجي له توفيق التوفيق بيجي فعلا للنسان للشغال حتى لو انت بقى بيصدفك سوء حظ لكن عندك في الآخر بتكسب مباراة أو بتكسب عشان انت فعلا كنت تشغال قبل كده وتعبان عشان كده بقول لكم بقدر بكم بس مثال بسيط في النادي الآلي في كل أحواله الحمد لله كل التجارب لقبل كده أثبت النادي الآلي دايما هو اللي ناجح دايما النادي الآلي هما بيقولوله في الآخر احنا أسفين جدا جدا وحضرتك اللي كنت صح وكنت فعلا عندك حق في كل حاجة فمش عايزين بقى نروح لأماكن خلينا في الكمة كده زي ما احنا